مش عارف مش عايز اقول انه اللعيبة انا بقى الحقيقة عايز اتكلم كمان اللعيبة وطموحكم شوية يعني بعيدا عن المسؤولين عن المنظومة اتكلم عن اللعيبة شوية الحقيقة طموحكم ايه؟ يعني طموحك انك انت تمضي عقد بتلاتين باربعين خمسين مليون كده وتبقى كده جابت النهية مفيش طموح انك انت تكسر الدنيا تعمل حاجة لبلدك وتعمل حاجة لاسمك تفتح بوابة زي ما صلاح بيعمل ارجوك يا صلاح يعني لو رسالة وصلة اول ما تقرر انك انت تعتزل كرة القدم تعال امسك اتحاد الكرة في مصر دينا رؤية يعني دينا خلاصة التجربة انت واحد لعبت وتقلقت في الدوري الايطالي وكسرت الدنيا في الدوري الانجليزي وبقيت واحد من اهم نجوم العالم في عالم كرة القدم تعال دينا خلاصة التجربة ورسم لنا مشوار كده نحاول نوصل فيه ونحقق فيه حاجة الولاد انا يعني جزء من مدائة الواحد انا شايف انه ده احسن او من احسن المنتخبات الاولمبية اللي مثلتنا من حيث الامكانيات طبعا فيه مشكلة لياقة واضحت بشكل كبير جدا في مبارات النهاردة فارق كبير جدا جدا بين لعيب زي داني ألفش عنده 38 سنة وبين لعيب زي رمضان صبحي صاعد واعد قايلين عليه قماشة ما حصلتش خامة ما حصلتش وده حقيقي بالمناسبة لكن بص الفارق بين الاتنين وبص على التيم ككل مش بس رمضان الحقيقة التيم كله تقريبا النهاردة تقريبا ما لعبش كورة ما عنديش منع تماما عشان ما حصلتش يقول وانت عايش تكسب برازيل هو طبعا يعني في كورة القدم طبيعي ان انا بنزل مطش انا عايز في الاتي تكسب حتى ولو انا عارف ان امكانياتها ممكن تكون اقل من امكانياتها الخص ما احنا لعبنا البرازيل كبار يعني احنا لها نروح بعيد مش لعبناهم قبل كافكاس عالم للقارات ولعبنا كورة ولا اروع على عالم كل وخسرنا المطش على فكرة ولغاية النهاردة بدخل على اليوتيوب وابص على الملخص بتاع المطش ده وابقى في منتقى السعادة رغم ان احنا خسرنا اربعة تلاتة منتقى برازيل لكن لعبنا كورتنا حسينا بنفسنا متعنا نفسنا ومتعنا جماهيرنا خلينا العالم كله يتكلم على الكورة المصرية مش كسبنا ايطاليا واحد صفر في كاس العالم للقارات برضو لكن كله في اطار وفي مجال الصدف الجيل ده انا كنت شايفه قماشة كويسة جدا ومازلت شايف فيه قماشة كويسة جدا بس الطموح راح لفين الطموح اللي بجد بقى مش الكلام اللي بنبيع بيه كده وكده الطموح اللي بجد راح فين عايزين توصلوا لفين امكانياتكم ايه هتشتغلوا على نفسك وتتعبوا على نفسك وتستحملوا الاحتراف على فكرة مش تتو وحلقة متعلقة في ودنك وقصة وتصورنا وعملنا انترفيوهات وصفرنا برنا عايشنا شويتين ورجعنا تاني مش دي قصة الاحتراف ليه محترفيننا في مصر لما تقارن مشوارهم في بطولات اوروبا ومعندية اوروبا مقارنة باللعبة بتاعة افريقيا برضو بتاعة افريقيا مش هقولكو امريكا الجنوبية ولا هقولكو بلد ملهاش في الكورة زي كوريا الجنوبية اللي النهاردة بقت اسم كبير جدا ليه مشوارهم بيبقى ناجح كده وبيكسروا الدنيا وبيروح من نادي كبير لنادي اكبر وبيلعبوا في اكبر الدوريات وبيلعبوا في احسن الاندية في اوروبا واحنا موسم اتنين بكتير ويبقى طالع زي البرلانت زي البرلانت ويرجع مفيش انتو عايزين تحققوا اين نفسكم الجيل ده اللي شاف محمد صلاح بيلعب في ليفر بول وشاف انني بيلعب في أرسنل وشاف تريزي جي وشاف 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 عايزين توصلوا لغاية فين وعايزين تشتغلوا عندوك القدرة انا ما عنديش شك في الخامة الحقيقة منتخب محترم جدا وشافوا مستقبل كرة المصرية ولما تبص الكل اسم فيهم النجم في فرقته اذا كان الشناوي حجازي الوينش العراقي او فتوح اكرم توفيق طبعا عمار حمدي في الاتحاد رمضان وابراهيم عادل في بيراميدز صلاح محسن في الاهلي اكرم توفيق طاهر كلهم سوبرستار لكن المردود مع كامل احترامي الحقيقة يعني طبعا يعني استراليا يعني منتخب بالنسبالي بصراحة يعني مجيش يعني يا بالنسبالي طبيعي جدا جدا لما مصلت لعب استراليا في اي مرحلة في اي مسابقة انا طبيعي جدا مستني انه مصلت فوص ده الطبيعي على فكرة لكن النهارده تعالوا والله مش بتكلم لا في النتيجة ولا في الخروج من توكيو بتكلم في الكرة اللي تلعبت ليه؟ ليه مستواني يكون كده؟ حتى لو بنلعب البرازيل طبعا الشناوي عملاق طول البطولة يعني الشناوي ممكن اتكلم عليه كتير جدا مواصفات حارس عالمي عشان انا على قناة الاهلي لو قلت انه الشناوي يستحق يلعب في اكبر اندية اوروبا يمكن الناس يقولك اه ده متحيز لكن حقيقي والله بدون مبالغة مقومات حارس مرمى عالمي عالمي بكل المقاييس الحقيقي ربنا يحميه ويحافظ عليه وماشي تلعبتنا الحقيقة تصلح كلها لان احنا نحطها بين قصين كده تصلح لان تكون عالمية لكنها مش هيحصل في يوم وليلة ده فيه ادوار وبرضه مش عايزة اكون ببالغ لما اقول انه المنظومة كلها محتاجة تشتغل مع بعض يعني مش عايزة اكون بس عشان انا منتمي للنادي الاهلي وده شرف لاي الحقيقة اقول انه الاهلي وحيدا يغرد خارج السرب الاهلي الوحيد في منظومة الكرة اللي بيحاول يرتقي بمستوى لمستوى الاندية العالمية لكن ابدا مش هينفع لوحده لازم يكون فيه اتحاد كرة مسئول وبيخطط ولازم يبقى فيه اجهزة فنية على اعلى مستوى لازم يكون فيه اندية بتشتغل على نفسها احنا مضيعين واحنا عاملين ضجة ضجة كبيرة جدا يعني اساحة الرياضة في مصر تحس ان كل يوم في حالة ضجة عنيفة جدا ومشحنات كبيرة جدا والمنتج النهائي فيش ابيض على كل احوال خلينا نخش في موضوعه طبعا هارد لك منتخب مصر ما زلت بشوف انه المنتخب ده يمكن جدا 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 ان احنا نبني عليه في السنوات الجاية والحقيقة بشوف ان هو مازال الحقيقة بيحتمل ان هو يتحط تحت اسم مستقبل وعد للكرة المصرية ارجو ان احنا نشتغل عليه وارجو كمان من الولاد الحقيقة ان هم يشتعروا نفسهم لانه انا ما عنديش شك في امكانياتهم وقدراتهم بشكل كبير هارد لك طبعا تتعوض في اللي جاي عندكم كاس عالم اعتقد كتير منكم هيكون موجود مع كابتن حسام البدري في مشواره في سواء في تحديد لأمم افريقيا او تصفيات كاس العالم جود لك ان شاء الله واعتقد انه مع التدعيمات طبعا باللعبين او بالاسماء اصحاب الخبرة اعتقد منتخب مصر ممكن 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 يوصل لبيت طبيعا ان يوصل لبيت نروح لسؤال حلقتنا الموجود طبعا على صفحاتنا على السوشيل ميديا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام افضل 3 لعبين في مباراة الاهلي واسوان الاخيرة الحقيقة مباراة يمكن يعني طبعا الاهم الاهم بشكل كبير جدا ان احنا حفظنا على فرصتنا في استعادة صدارة الدوري مرة تانية بالمواجهة المباشرة في فرق الاهداف ما بتفرقش معنا ان شاء الله باذن الله وان شاء الله باذن الله قادرين على حسب الدوري بالنقاط ده شيء ما عنديش شك فيه ان شاء الله باذن الله تستمر الروح اللي موجودة عودة اللعيبة بتاعت النادي الاهلي اللي كانت في اليابان اعتقدها تفرق كتير مع فرقتنا فانتظار بقى اختيارات حضراتكم لأفضل 3 لعبين على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام من امن العقاب السائل الادب والحقيقة اللي بيحصل تجاوز بكتير جدا فكرة اساءة الادب احنا بنتكلم على اثارة فتنة بنتكلم على خلق جو من التعصب وخد بالك ان الكرة غير الاختلاف الرأي في الكرة امر وارد جدا لكن لابد في النهاية انه بقى في اطار من الاحترام المتبادل ولما يحصل تجاوز او سلوك خارج عن النص من الجمهور قد قد يكون ده مقبول لكن لما يحصل ده من ناس في موقع المسئولية لما يحصل ده من ناس بتأثر في قطاعات عريضة جدا من الجمهور يبقى احنا بنتكلم على شيء منتهى الخطورة الاهلي بتقدم بشكاوى ضد ثلاث قنوات والتفاصيل في السادسة بس بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة